اهلا بكم عزيزي المتابعين معاكم الدكتور تامر والنهاردة هنتكلم على البلموناري امبوليزم او الجلطات الرئوية او بيسموها الانصمام الرئوي والحلقة دي للاطباء فقط وركز معايا وما تنامش عشان الموضوع طويل شوية في البداية وانت لسه صاحي كده اعمل لايك مش هتخسر حاجة لما تكون نبطش في المستشفى وبعدين ينادوا عليك ويقولولك إلحق عندك عرض في قسم العزام فتروح تجري على اسم العزام تلاقي العيان عامل عملية بقاله خمس ايام ويقولك يا دكتور انا مش قادر اخد نفسي وعنده قلم في الصدر في الوقت ده تقول استر يا رب وتفكر على طول في البلموناري امبوليزم طبعا فيه تشخيصات تانية ممكن تكون موجودة معاك زي مثلا ام اي جلطة في القلب او غيرها لكن البلموناري امبوليزم في الوقت ده ما تروح وبقوة فلازم تبقى واخد بالك البلموناري امبوليزم معناه جلطات في الشرايين الرئوية يعني الشرايين اللي بتغزي الرئة واللي دخلها للرئة بيحصل فيها جلطات وعلى حسب الجزء اللي تأثر من الرئة بسبب الجلطات دي بتكون الاعراض وبتكون خطورة المرض يعني لو الجلطات دي سدت جزء كبير من الرئتين فالحالة بتبقى خطيرة بنقول عليها مسف بلموناري امبوليزم وممكن العيان يموت في اول ساعة لو اجزاء اقل شوية فممكن العيان يقعد فترة اطول ويحس بالاعراض وهكذا لكن بيكون اقل خطورة من المسف بلموناري امبوليزم احيانا يبقى فيه شاورز بسيطة من البلموناري امبوليزم والاجزاء اللي اتأثرت في الرئة اجزاء بسيطة جدا لدرجة ان العيان ممكن ما يحسش بيها من اساسه غالبا البلموناري امبوليزم بتكون جاية بسبب جلطات في اوردة الساقين او الحوض ده في الغالب يعني لكن ممكن تيجي من اوردة الزراعين او اي اوردة في الجسم لكن الاكتر من الرجلين الطرفين السفليين والحوض البلموناري امبوليزم من الحاجات اللي ممكن تبقى مزد بسهولة لان هي مش شرطة تيجي بالاعراض التبكال الاعراض العيني لازم يقولك انا مش قادر اخد نفسي وفيه نهاجان والاكسجين بتاعه وقع وقلم في الصدر ويكح دم مش شرط تيجي كده ده ساعات تيجي باعراض تانية غريبة واتعدي من غير ما حد ياخد باله منها والبلومونري امبوليزم اصلا مش مرض منفصل بذاته البالمونري امبوليزم احد مضاعفات الدي في تي دي فينات ثرومبوزيز اللي هي الجلطات الاوردة العميقة في الجسم يعني ايه هي الاسباب بقى اللي ممكن تعمل بالمونري امبوليزم صح صح معايا من الاسباب اللي تعمل بالمونري امبوليزم حاجة اسمها فينوس ستيزيز يعني من اسمها الدم مش بيتحرك كويس في الاوردة ستيزيز في حالة ركود او الى حد ما سباب وده ممكن يحصل في بعض الحالات زي البوليسيساميا واحد عنده كراد الدم الحمراء كتير جدا ودي ممكن تعمل لزوجة في الدم واحد عنده دي هيدريشن جفاف لأي سبب ممكن يحصل له كده واحد عنده نتيجة انه عنده القلب مششغال كويس فالناحية اليمين مش بتشد الدم من الجسم فبالعكس الدم رائد في الاوردة ومش بتحرك كويس فده ممكن يعمل جلطات في الاوردة وبالتالي جزء منها ممكن يروح للرقة ويعمل جلطات في الرقة او البالمونري امبوليزم كمان يعني بعض الامراض بتعمل حاجة في الدم يخلي الدم جاهز انه يتجلط عنده قابلية للتجلط بشكل كبير سواء كانت الاسباب دي وراسية او حاجات جديدة على الجسم زي الانتي ثرومبين ثري ديفيشينسي وزي البروتين سي والبروتين اس ديفيشينسي سواء كانوا كونجينتال وراسيين او اكوايرد لسه حاجة جديدة على العيان وزي اشهرهم اللي هو فاكتور فايف لايدن ميوتيشن وده مرض وراسي بيعمل هايبرد كواجل بوليستيت وغيرها من الاسباب والاسباب دي انت بتفكر فيها لو عيان انت مش شايف فيه سبب واضح وحصله بالمونري امبوليزم خصوصا كمان لو صغير في السن كمان الاموباليتي الراجل مش بيتحرك حاجة مشهورة جدا ونبهنا عليها قبل كده عيان مش بيتحرك لاي سبب ممكن يحصله دي في تي وبالتالي يحصله بعد كده بالمونري امبوليزم او جزء واحد من العيان هو اللي مش بيتحرك يعني واحد مجبس رجله على سبيل المثال فهي مش بتتحرك ممكن يحصل فيها برضو جلطات وممكن بعد كده تسبب بالمونري امبوليزم يعني سواء العيان كله مش بيتحرك نايم في العناية المركزة مثلا او جزء واحد منه هو اللي مش بيتحرج زي ما تكون رجله متجبسة بعد كده سيرجري او تروما عيان عامل عملية او كان في حدثة خمستاشر في المية من الناس اللي بيموتوا بعد العملية بعد العملية بيكون سببها بالموناري امبوليزم والحوادث بتنشط حاجة اللي هي اسمع عوامل التجلط بالاضافة الى عدم الحركة سواء بعد الحدثة او بعد العملية كمان الحمل الى حد ما بيزود نسبة حدوث الدي في تي والبالموناري امبوليزم كمان الورال كونترسيبتف بيلز او حبوب منع الحمل خصوصا اللي جواها استروجين او واحدة بتاخد هرمونال ريبليزمينت ثيرابي بالاستروجين ده برضو بيزود شوية نسبة حدوث البالموناري امبوليزم والديفيتي كمان الماليجنانسي او تيومرز لأورام السرطانية سواء كان سولد ماليجنانسي واحد عنده مثلا ورام في البنكرياس واحد عنده كولون كانسر واحد عنده استومك كانسر او كان ليومفومة او ليوكيميا كمان بعض الامراض الطبية سام ميديكال ايلنس او اكيوت ميديكال ايلنس زي مثلا واحد عنده ايدز او واحد عنده اما اي جلطة في القلب زي البوليوسيسيميا قلنا عليها قبل كده زي البهس الدزيز وزي الالتسراتف كولايتس وزي السيستيم كلوباس وكونجستف هارتفاليو كمان في بعض الاسباب المتنوعة كده زي مثلا الترافل لمدة اربع ساعات او اكتر واحد راكب طيارة لمدة اربع ساعات او اكتر ممكن يحصله دي في تي وبالتالي يحصله بالماندر امبليزم خلي بالك منها الناس اللي بتاخد مخدرات عن طريق الحقن بيبقى ناتج بقى من الثرومبو في البايتس والتهاب الاوريدة وكده الناس اللي عنده هيموليتك اناميا الناس اللي بتعمل فينوجرافي اللي بتعمل تصوير للاوريدة بالسبغة ممكن يحصلها كده الناس اللي بتاخد وارفرين وارفرين او ماريفان اللي هو واحد من مضادات التجلط اللي احنا هنقولها في العلاج بعد كده في اول ايامه ممكن يكون سبب في التجلط وعشان كده هنقول هنتعامل معاها ازاي في العلاج والناس اللي عندها مشاكل اصلا في الرئة واحد عنده COPD او انسداد رئة ويمزمن برضو كل دي بيبقى عرضة اكتر للبالموناري امبليزم نمت ولا لسه صاحي صح صح معايا عشان هنقول الاعراض احنا قلنا الاعراض على حسب الجزء اللي تأثر من الرئة او الاجزاء اللي تأثرت من الرئة ممكن تكون اجزاء بسيطة خالص والعيان ما يبانش عليه اي اعراض اجاله بالموناري امبليزم وعدك من غير ما يحس بيه خالص لو اجزاء اكتر من الرئة هي اللي اتأثرت فالعيان ممكن يبدأ يحس باعراض ممكن يجيلك بالاعراض التيبكال اللي انت ساعتها هتشك بقى وتقول اه العيان ده ممكن يكون بالموناري امبليزم اعراض المشهورة زي ما قلنا الم في الصدر نهجان مش قادر ياخد نفسه او بيكوح دم تبص على الاكسجين ساتوريشن بتاعه تلاقي قليل ضربات قلبه سريعة ممكن تسمع ريلز او كراكلز على صدره الاعراض دي هتخليك تشك شوية في البالموناري امبليزم لكن الاعراض ممكن تيجي مخادعة ممكن تيجي ما تعرفهاش وتبقى حاجات غريبة ما تشكش فيها في البالموناري امبليزم تخيل ممكن تيجي بسيجرس تشنجات ممكن تيجي بديلاريام او هزيانس خصوصا في الناس كبار السن تتجي بديستيربت ليفل كونشوسنس يعني العيان يتوه عن الوعي ممكن تيجي بسنكوب ممكن تيجي بنيو اي اف العيان يجي له رفرفة واوزينية جديدة وتكون السابب بالموناري امبليزم ده ممكن تيجي بابدومينال بيت وممكن تيجي بثلانك بيت وانت لما تيجي تفحص العيان ده ممكن تلاقي بعض العيانين تلاقي ان لو عنده مشكلة في القلب مثلا ممكن تسمع على الشيست زي ما قلنا ممكن يبقى في مرمر وممكن تسمع في بعض الاوقات تلاقي صدره بيصفر زي اللي عندهم حساسية صدر في جزء واحد بس كده من الشست مضاعفات البلموناري امبوليزم اول مضاعفة واللي انت خايف منها العيان بيموت فجأة ممكن ممكن يحصل بعد كده ارزميات يعني يحصل رفرفة ازينية او بوطينية من اي نوع ممكن يحصل بيا يعتبر ارزت برضه ممكن يحصل بلموناري امفاركشن يعني جزء من الرئة يموت بسبب البلموناري امبوليزم ممكن يحصل البلورال افيوجن ممكن يحصل هايبوكزيا وممكن يحصل سكندري بلموناري هايبرتينشن وكوربلمونار صح صح تاني عشان هنقول ايه هي الفحوصات اللي تعملها للعيان عشان تعرف ان عنده بلموناري امبوليزم ولا لا اولا في حاجة اسمها كلينيكال بروبابيليتي لازم انت الاول تقسم العيان هل هو ده هاي ريسك ولا مدرت ريسك انه يكون عنده بلموناري امبوليزم عن طريق طريقة كده بتجمع فيها نقط وتقول العيان ده زي ما قلنا لو ريسك ولا هاي ريسك ولا مدرت ريسك لان على حسب العيان ده لو ريسك ولا انترميديت ريسك ولا هاي ريسك هنشوف هنمشي معي ازاي سواء في الفحوصات او في العلاج في كذا طريقة فاحنا اخترنا مثلا اللي هي شوف النقط دي وتشوف العيان هياخد كام نقطة من النقط دي يعني العيان لو جالوا قبل كده دي في تي او بلموناري امبوليزم بياخد درجة ونص العيان بتاع معدل ضربات القلب اكتر من مية ياخد درجة ونص العيان عامل عملية او مش بيتحرك لاي سبب في اخر شهر ادي له برضو درجة ونص العيان عنده علامات كلينيكية تقول ان في دي في تي يعني رجله مورمى رجل واحدة وفي مثلا احمرار مش ادي له تلت درجات لو ما فيش سبب واضح للاعراض اللي عند العيان يعني العيان عنده قلم في الصدر وبيكح وما فيش سبب واضح ياخد تلت درجات العيان عنده هيموبتسيز او بيكح دم ياخد درجة العيان عنده سرطان ياخد درجة بعد كده بتجمع الدرجات وتشوف العيان بتاعك ده خد كم درجة لو من زيرو الواحد بنقول عليه لو من اتنين لستة بنقول عليه لو اكتر من ستة بيبقى ان يجيله بعد انت كده مقسمت العيان هقولك تمشي معه ازاي لو العيان او تحليل دي دايمر تحليل دي دايمر ده تحليل كويس لكن بنقول عليه جود نيجاتيف يعني لو طلع سلبي بيستبعد البلمونري امبوليزم في الحالة دي حالة اللو ريسك او الانترميديات ريسك اعمل دي دايمر طلع سلبي خلاص ممكن تقول ان العيان ما عندهش بلمونري امبوليزم طيب طلع ايجابي مش بيأكد التشخيص تاخد الخطوة اللي بعد كده اللي هنقول عليها بعد شوية لو من الاساس العيان لا في الحالة دي ما ينفعش اصلا استخدم الدي دايمر صح صح وركز للكلام ده طيب ايه الخطوة اللي بعد كده اللي هو بند العيان سبغة ونصور الشرايين بتاعة الرئة بالاشعة المقطعية وهو ده الفحص الاحسن الاشهر اللي بنشخص به البلمونري امبوليزم بعد كده في فحص اسمه وده ممكن نعمله لو سيتي انجيو ده مش موجود كمان ممكن تعمل العيان ده شيست اكس راي اشاعة عادية على الصدر هي مش هتشخص البلمونري امبوليزم لكن ممكن تستبعد لك اسباب تانية ممكن تشوف فيها البلورال افيوجن ممكن تشوف بها البلمونري امفاركشن لو موجود تراقي كده ودجت شاب ديوباسيتي مسلس كده نايم او البس بتاعته على البلورا ممكن تاخد معلومات عن شكل القلب يعني هتفيدك في حاجات تانية غير البلمونري امبوليزم شوية وتساعدك شوية في البلمونري امبوليزم ممكن تعمل العيان ده اي سي جي رسم قلب ممكن يطلع نورمل ممكن يطلع صينيس تاكي كارديا يكون طبيعي خالص بس السريع شوية ممكن تلاقي فيه راية اكسيس ديفييشن ممكن تلاقي فيه راية باندل برانش بلوك ممكن تلاقي شوية ناني سبسيفيك او تي ويف اتشينجز شوية تغييرات بسيطة كده في الحاجات دي وممكن تلاقي حاجة اسمها اس وان كيو ثري تي ثري دي لو لقيتها بتبقى تقريبا دياجنوستيك تقول ان ده بلمونري امبوليزم بس هي اصلا مش مش مشور نادر ان انت تلاقيها وطبعا فيه فيديوهات على قناتنا الرسم القلب بالتفصيل تقدر تشوفها من الروابط تحت ممكن تعمل العيان بتاعك اي بي جي او غازات في الدم عن طريق شوريان تلاقي فيها وممكن تلاقي فيه يعني السي او تي mint وممكن تلاقي فيه راسبيراتوري القلوزيس وبرضو فيه فيديوativo عنчес ازاي تقرى الابجي ممكن تعمل العيان بتاعك terob Symouslym tl اي هي عالي شوية ممكن تعمله cbc سورة دم كاملة وهو كراط الدم البيضة وعشان تعرف سبب البلمون recuerم امبوليزم او تدور يعني على الدي في تي الجلطة بتاعت الساقين دي فين ممكن تعمل فينوغرافي او ممكن تعمل دوبليكس الترا ساوند ولو السبب مش واضح معاك والعيان سنه صغير ممكن تفكر زي ما قلنا في الحاجات اللي بتعمل هيبر كواجلا ولستيت وتعمل سكريرنج للامراض اللي قلنا عليها اللي هو الانتي سرومبين ثري ديفشنسي بروتين سي او بروتين اس ديفشنسي والفاكتور فايف لايدن ميوتشن وغيرهم لو انت نمت صح صح تاني بقى عشان هنتكلم على العلاج تعمل ايه للعيان في قواعد عامة هنقولها زي اي عيان طوارق بيجي لك اي بي سي اي في لاين اوكسجين يعني تشوف العيان بتاعك الايروي بتاعه مفتوح ولا لأ بيتنفس ولا لأ هل محتاجة تعمله سي بي ار العيان اصلا الرست ولا لأ السيركيوليشن والفايتال ساينز اخبار هي ايه والكانيولا تركب والاكسجين يتحط دي كده اي عيان بيدخلك في حالة كريتكال القاعدة التانية في العلاج لو عيان شاكك ان عنده بالمونيري امبوليزم ابدأ العلاج فورا حتى قبل ما تتأكد من التشخيص مجرد ما تشك عالج لان دي حالة خطيرة ممكن تموت العيان قبل ما ترتب بقى لدي دايمر وقبل ما ترتب لسيتي انجيو يكون العيان مات القاعدة التالتة ان على الرغم من العلاج المبكر والفول انتي كواجيوليشن زي ما هنقول بعد كده ممكن بعض الحالات يحصل لها بالمونيري امبوليزم ممكن بعض الحالات تموت بمعنى ان العلاج مش بيمنع بالمونيري امبوليزم او بيعالج بالمونيري امبوليزم مية في المية تبقى عارف ان فيه ممكن حالات تعدي لكن انت تعمل اللي عليك ايوه ايه هو العلاج بقى عشان تعرفوا يعني اولا لو العيان جاي لك بحالة جديدة العيان ضغط واطي وشك فدي غالبا حالة مسيف بالمونيري امبوليزم وده هتديله ثرومبوليزز موزيب الجلطات زي اللي بياخدوها في الام اي جلطات القلب بنيديله ثرومبوليزز ومن قبل التحاليل ومن قبل السيتي انجيو بنيديله ثرومبوليزز تشوف اللي بتاعته هل ينفع ياخدها ولا لا لو ينفع ابدأ فورا وتديله الثرومبوليزز اللي هو تديله يا اما بالجرعة دي يا اما تديله بالجرعة دي وفي الحالتين بعد ما بنخلص الثرومبوليزز ده بنيدي او نبدأ لو العيان عايش طيب لو العيان جاي لك وبينهج ومش قادر ياخد نفسه وعنده قلم في الصدر وانت شكت فيه لكن ضغطه مش واطي والعيان اقل خطورة شوية من المرحلة اللي فاتت في الحالة دي بنبدأ معه فول انتي كواجيوليشن حتى قبل ما تتأكد من التشخيص زي ما قلنا نبدأ الفول انتي كواجيوليشن اللي هو ايه بقى الانتي كواجيوليشن ده فيه طريقة من اتنين يا اما نديله هبارين او احد مشتقاته او الحاجات اللي زيه مع وارفرين اللي هو الماريفان يا اما ندي ادوية من الادوية الجديدة اللي هي بنسميها دايريكت ثرومبين انهيبتورز زي الدابي جاتران والريفاروكسبان والحاجات دي وهنقولهم بالتفصيل اول نظام في الانتي كواجيوليشن وهو الاشهر واللي لسه شغال لحد دلوقتي اللي هو نبدأ للعيان بهبارين او احد مشتقاته وبعدين نكمل به الورفرين او الماريفان الهبارين في منه انفركشنيتد هبارين لومولوكولارويت هبارين وفي حاجات تانية بقى زي الفوندا بارينوكس مثلا الانفركشنيتد هبارين ما بقناش نشتغل به كتير دلوقتي مش بنفضله الا في حالات معينة فتعرفوا بس عشان الحالات دي لو واحد عنده مثلا سيفير رينال فاليور لو واحد عنده مشكلة في الامتصاص من الجلد فمش هينفع مثلا معه لومولوكولارويت هبارين في الحالة دي هنديله انفركشنيتد هبارين اي في لو عيان ممكن يحتاج تدخل جراحي قريب لان ان انفركشنيتد هبارين قصير المدى لو عيان ممكن نديله ثرومبوليسيس بعد كده برضو بنفضل انفركشنيتد هبارين فبنبدأ للعيان انفركشنيتد هبارين ونبدأ معه وارفارين اللي هو ماريفان في نفس الوقت الماريفان لازم نبدأه مع الهبارين لان الوارفارين او الماريفان زي ما قلنا في اول ايامه ممكن يسبب جلطات عشان كده ما ينفعش اقولك ابدأ هبارين وبعد ما نخلص الهبارين ندي الماريفان لا ده لازم يبدأه مع بعض عشان الهبارين يمنع التجلط اللي ممكن يحصل بسبب الماريفان في اول ايام استخدامه فلازم في البداية يكونوا الاتنين مع بعض فانت مثلا هتدي unfrictionated heparin IV 5000 واحدة بولوس بعد كده infusion بمعدل 1300 واحدة في الساعة وتعمل للعيان ده تحليل ABTT كل ست ساعات والهدف بتاعك ان في اول 24 ساعة ABTT يكون عالي مرة ومص الطبيعي وبعد اول 24 ساعة ممكن نخلي unfrictionated heparin ده يتاخد تحت الجلد بقى بجرعات سابتة مرتين يوميا من خمستاشر الف لعشرين الف واحدة زي ما قلنا بنكون بدأنا معاه ماريفان بجرعات تقريبا خمسة ميلي جرام ولازم الهبرن والماريفان يتاخدوا مع بعض لمدة خمسة ايام على الاقل ولما يكون ال-INR من اثنين لثلاثة يعني ماينفعش ابطل الهبرن قبل خمسة ايام ولاينفع ابطل الهبرن وال-INR لسا اقل من اثنين وبزبط جرعة الماريفان طبعا بتحليل ال-INR الهدف انه يكون من اثنين لثلاثة اما الاشهر بقى اللي شغال اللي هو اللي هو موليكولارويت هيبرن زي الانوكسابارين او الكليكسان ده احسن كتير من الهبرن في مميزات كتير جدا وهو الاشهر وهو اللي تشتغل به من البداية تدي للعيان بتاعك واحد ميلي جرام لكل كيلو كل 12 ساعة يعني لو عيان وزنه 60 كيلو هتديله 60 ميلي جرام كل 12 ساعة سابكوتينيس تحت الجلد وزي ما قلنا هتبدأ معاه ماريفان وهيستمروا الاثنين مع بعض لمدة خمسة ايام بعد الخمسة ايام الاي ان ار بتاعك من اثنين لتلاتة يبقى هتوقف اللي هو موليكولارويت هيبرن وهتستمروا على الماريفان بالجرعة اللي وصلت الاي ان ار من اثنين لتلاتة وبتابع بعد كده الماريفان بالاي ان ار اما النظام التاني في الانتكوية اجوليشان بعيد عن الحقن هي الاقراس في دلوقت الديريكت ثرومبين انهيبوترز زي ما قلنا ده بيجادران رفروكسبان ايدوكسبان بيكسبان وغيرهم فدول دلوقت نقدر نستخدمهم كمان في علاج مش بس الوقاية في علاج الدي في تي والبلموري امبوليزم ممكن على سبيل المثال مثلا الريفروكسبان زريلتو ممكن ندي العيام بتاعنا خمستاشر ميلي جرام كل اثناشر ساعة لمدة واحد وعشرين يوم بعد كده تبقى الجرعة عشرين ميلي جرام مرة واحدة يوميا طول المدة اللي انت محتاج تدي فيها انتيكواجيوليشان واللي بتكون غالبا تلات شهور وبعد كده تدي عشر ميلي جرام لمدة ستة شهور بعد الثلات شهور دول طيب ايه المدة للانتيكواجيوليشان عموما تدي العيان انتيكواجيوليشان لمدة قد ايه لو كان السبب بتاع الدي في تي والبلموري امبوليزم واضح قدامك يعني عيان كان يجبس رجله مثلا عيان ما كانش بيتحرط والسبب راح الحمد لله العيان بياخد انتيكواجيوليشان لمدة ثلات شهور طيب لو السبب مش واضح قدامك بانتش عارف جاله ليه بلمونر امبوليزم او دي في تي في الحالة دي بتدي له ثلات شهور وبعد الثلات شهور بتقيم حالته وتشوف هل العيان انت شاكك فيه اكتر ان يجي له ثاني دي في تي او بلمونر امبوليزم ولا خايف من البليدنج بتاع الانتيكواجيوليشان تحاول توزن شوية الامور وتشوف هل تكمل انتيكواجيوليشان ولا لأ طيب لو العيان عنده سبب مستمر يعني هو عنده اصلا هايبر كواجيوليستيت عنده مثلا بروتين سي ديفيشينسي عنده سيستيميك لوباس عنده هايبر ليبيديميا عنده مثلا انتيكواجيوليشان يبقى في الحالة دي هنديله انتيكواجيوليشان ست شهور على الاقل طبعا انت نمت صح صح معي عشان هقولك نقط مهمة خلي بالك في حاجة اسمها هايبرين انديوزد ثرومبوسايتوبينيا دي ممكن تحصل مع الهيبرين سواء كان انفركشيناتد هيبرين او اللوموكلارويت هيبرين كسايد افكت من الهيبرين ممكن يحصل نقص في الصفايحة الدموية وتخلي بالك ان النقص ده بيحصل بسبب ان الصفايحة دي بتستهلك في جلطات جديدة في اماكن جديدة يعني يحصل جلطات بسبب الهيبرين وتلاقي صفايحة الدموية بتقل بسبب ان هي تستهلك في جلطات جديدة تاخد بالك من العيان لو انت شاكك فيه اعمله بليتل تكونت او شوفها في صورة الدم الكاملة كل 4ة ايام لو قلت عن 100 ألف او قلت عن 50% من الطبيعي بتاع العيان وقف الهيبرين ودي دايريكت ثرومبين انهيبترز زي الدابي جاتران او الريفوروكساباد يعني لو واحد الصفاحة الدموية بتاعته 400000 وبعد العلاج وصلت ل 200000 ما تقولش لا ما هي لسه طبيعي لا هي نزلت كده 50% من الطبيعي بتاعه هو يبقى في الحالة دي نوقف الهيبرين وندي زي ما قولنا دايريكت ثرومبين انهيبترز خلي بالك كمان مرة معلش في حاجة اسمها هيبرين ريزيستنز يعني تدي العيان هيبرين بالجرعات العادية تلاقي الاي بي تي تي لسه طبيعي تحتاج جرعات كبيرة جدا عشان الاي بي تي تي يعلى وده بيكون سبب وجود حاجات كده زي الهيبرين بايندنج بروتين زي فاكتور ايد بمستوى عالي ففي الحالة دي ابعد عن الهيبرين ويشتغل زي ما قولنا بالديريكت ثرومبين انهيبترز بعد كده في حاجة جراحية اسمها امبلوكتومي دي عن طريق جراحة القلب والصدر ممكن يشيلوا الجلطة دي جراحيا عن طريق يا ام الكاثتر اسطرة يا ام جراحيا وده حاجة مش متوفرة في كل الاماكن ومش عملية بشكل كبير لكن دي تفكر فيها لو العيان ما تحسنش على الثرومبوليسيس خاتم زيبات الجلطة ولسه ما تحسنش لو تقدر تعمله امبلوكتومي اعمله واللي هيحدد ده اطباء جراحة القلب والصدر كمان في حاجة اسمها فينا كيفا فيلتر عن طريق فلتر ميكانيكي كده بيتركب في الامفيرور فينا كيفا يمنع الجلطات اللي جاي من تحت ان هي توصل للرقة ما احنا مركبين فلتر بقى هيوصل للرقة ازاي لكنه مش عملي ومش سهل بالطريقة اللي تقول تم نركبه لأي عيان وخلاص لا طبعا فاحنا مش بنفكر فيه الا في حالات معينة اللي هي ايه بقى لو عيان عنده بلمونري امبوليزما او دي في تي وممنوع انه ياخد انتي كواجيوليشن لان في موانع للانتي كواجيوليشن ممكن العيان ما يقدرش ياخد انتي كواجيوليشن يبقى فكر في الفلتر ده لو عيان بالفعل اخد الانتي كواجيوليشن دي وكل شوية يجيله بلمونري امبوليزم برضو نركب له فلتر لو نقدر لو عيان من البداية جاله ماسف بلمونري امبوليزم وخد الثرومبوليزز وعدى الحمد لله واحنا خايفين انه لو جاله تاني ماسف بلمونري امبوليزم هيموت فيها يبقى في الحالة دي برضو نفكر ان احنا نركب له فلتر واخيرا لو سيدة حامل وجالها دي في تي او بلمونير امبوليزم فاحنا بنيديها لومولوكولارويت هيبرين طول مدة الحمل والمدة 6 اسابيع كمان بعد الولادة وبشرط ان هي تكون تمت 6 شهور علاج يعني لو جالها دي في تي او البلمونير امبوليزم مثلا في الشهر الثامن فكده هتاخد شهر يبقى نكمل 5 شهور بعد الولادة وممنوع طبعا ان هي تاخد ماريفان او وارفرين في الحمل وكمان الادوية الجديدة اللي هي دايروكترومبين انهيبتورز الدابيجاتران والريفروكسبان والحاجات دي لسه مش مدروسة بشكل كويس وتقريبا ماينفعش تتاخد في الحمل لحد دلوقتي وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة اعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم